استأنفت اجتماعات اليوم الثاني من المشاورات اليمنية في مقر الأمانة العامة لملجسة تعاون الخليجي بحضور مئات الشخصيات اليمنية الممثلة لأحزاب وتنظيمات وفئات مجتمعية الاجتماعات اليوم الخميس بدأت الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الرياض بجلسة عمل مجموعة من اللجان تم اختيار أعضاءها من مختلف المكونات لمناقشة وتشخيص القضايا الستة المطروحة للنقاش والمعروضة على المشاركين وقضايا العنوين العريضة هي سياسية أمنية عسكرية اقتصادية إنسانية اجتماعية وأيضا إعلامية هذه اللجان يبدأ عملها اليوم يستمر حتى بعد غد السبت بعد غد السبت كما هو مقرر في البرنامج التنظيمي لمناقشة الوضع الراهن ومن ثم ستشخص كل قضية ومن ثم ستبحث التحديات المتعلقة بها واقتراح الحلول والرفع بها في تقارير إلى الجلسات اللاحقة لعمل اللجان الأيام القادمة سينظر إلى ما يتم الخروج به من هذه الاجتماعات هذه المشاورات تفاعلت معها كافة أطياف اليمن وتحدثت لنا عنها في تغذيتنا المستبرة منذ يومين اليوم تحدثت لنا عنها مستشار وزارة الإعلام اليمنية نتابع ماذا قال عن دور دول مجلس التعاون في هذه المشاورات حقيقة هذه المشاورات هي فرصة حقيقية لليمنيين لأننا منذ بداية انقلاب الحوثي وتدخل إيران في اليمن نقول بأن ليست القضية قوة الحوثي وإنما هي الخلافات داخل صفة شرعية أو مكونات بين مكونات شرعية والشعب اليمني ينظر إلى هذه المشاورات بتفاعل كبير أولا كونها مشاورات يمنية يمنية ودول مجلس التعاون عبارة عن راعية وليست وسيطة بين اليمنيين يعني هناك فرق بين حوار يجري أو نقاش أو مشاورات تجري بوجود وسطة وهناك فرق بين مشاورات بينية بدون أي وسطة فالمشاورات هذه أولا يمنية يمنية أيضا رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر أكد أن المشاورات هي محاولة أخوية خليجية رفضها الحوثيون وهذه المشاورات ستوحد الصف خصوصا وأنه خلال فترة الحرب تصاعد الانقسام بين اليمنيين وتفككوا من الداخل وهو طبعا ما يسعى إليه المؤتمر ويسعى لمعالجته أيضا تحدث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي أن وحدة الصف مهمة بحضور الحوثي أو غيابه الذي طبعا لم يحضر المشاورات حتى اليوم وأن المشكلة ليست طيفا واحدا بل هناك أطياف أخرى مختلفة بل ويصف اليمنيون الآن المشاورات بالتاريخية هذه المشاورات تهدف إلى خلق وثاق وطني بين مختلف ألوان الطيف السياسي المناهض لإنقلاب ميليشيات الحوثي